أكد صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات مستمرة في عملها لخدمة الجميع وتواصل جهودها لتحقيق رؤيتنا نحو المئوية وأن تكون من أفضل دول العالم جاء ذلك خلال ترأس سموه اليوم اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد حيث قال سموه عملت الحكومة بكفاءة عالية خلال الأشهر الماضية عن بعد ولم تتوقف واليوم تستكمل أعمالها من الميدان ويعود الموظفون لمواصلة الإنجازة وأضاف سموه اطلعنا على إجراءات الجهات لعودة واستمرارية الأعمال وآليات عملهم خلال الفترة القادمة صحة الموظفين والمتعاملين على رأس الأولويات وجهنا المسؤولين بتوفير كل سبل السلامة والوقاية وتوفير البيئة الصحية لسلامة الجميع وأكد سموه الإمارات مستمرة وفرق العمل مطلوب منها العمل بطريقة أكثر مرونة وشمولية وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسرعة وقال سموه مخاطبا معالي الوزراء ما مضى خلال الأشهر الماضية علمنا أن نكون أقوى ونتعلم ولدينا نقاط تحسين سنطورها والقادم سيكون للأفضل ونتائج اجتماعات حكومة الإمارات الأخيرة محل التطبيق ووجهنا الجهات ببدء تنفيذ رؤيتنا لما بعد كوفيد-19 وضمن أجندة الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عددا من القرارات والببادرات حيث تم اعتماد سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن وفي أشؤون التشرعية وافق المجلس على تعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات وفي أشؤون التنظيمية وجه المجلس بدراسة ملف الخدمات الحكومية وملف الخدمات القضائية وتشكيل فريق لتحسين الخدمات الحكومية كما وجه المجلس بدراسة ملف الثقافة المجتمعية في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ونشر محتوى إعلامي هدف وإيجابي يواكب التوجهات الحكومية في المرحلة الحالية وفي أسياق نفسه اعتمد المجلس ضمن توجيهاته دراسة الفرص الوطنية للمرحلة القادمة من خلال تشكيل فريق لوضع منظومة متكاملة تسخر جهود المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الدولة واعتمد مجلس الوزراء أيضا التوجيه بدراسة ملف الاتصال عبر الانترنت وأتمتة العمل ومن جانب آخر اعتمد المجلس قرارا بتعليق العمل بالغرامة الإدارية بخصوص التأمينات أو الضمانات البنكية التي يقدمها مزول الأنشطة الإعلامية كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع سياسات وزارة العدل بشأن التدريب والدراسات القضائية وطلع على تقرير بشأن مشاركة وزارة المالية في اجتماعات مجموعة العشرين لسنة الفين وعشرين اشتركوا في القناة